الرعب يشتاح العالم بعد أسبوع خطير وصعب على الصين فالتهديد جاء من فيروس كورونا القاتل الذي يواصل حصد الأرواح دون هوادة بعد تفشي الفيروس الذي بلغت حصيلة ضحايا 132 شخصا وسجلت السلطات الصحية في الصين 6000 إصابة في 31 منطقة بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق الأسوأ من ذلك عدم معرفة نطاق تفشي المرض بشكل دقيق فقد يصل انتشار فيروس كورونا المسجد إلى ذروته خلال أسبوع أو عشرة أيام قبل أن ينحصر وفق ما أعلنه خبير الجهاز التنفسي الصيني المشهور جونغ نانشان من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض وذروة انتشاره لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو عشرة أيام وعدل الوفيات بفيروس كورونا المسجد يواصل الانخفاض فضلا لجهود العاملين في القطاع الطبي ورغم عدم وجود أي لقاح حتى الآن في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من وهان بؤرة التفشي لتزال الصين تعمل جاهدة لإنقاذ شعبها فالحكومة الصينية تولي أهمية قصوى للوقاية من الوبا وسيطرة عليه كان آخرها تسليم بكين روسيا شفرة الوراثية الجونيوم للفيروس بهدف تطوير لقاح مضاد لكورونا أثار فيروس كورونا الهلع في العالم وقائمة الدول التي انتقل إليها تزداد طولا بوتيرة متسارعة وهذا ما أحدث إرباكا في حركة السفر بين الدول خاصة أن مطارات العالم بدأت بتنفيذ سلسلة الإجراءات غير مسبوقة لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار السلطات في تايلند أعلنت ثمان حالات إصابة مؤكدة وسنغفراهية الأخرى تم الكشف عن سبع إصابات وخمس إصابات في كل من اليابان وتايوان واستراليا والولايات المتحدة وأربع حالات في كل من ماليزيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وإصابتان في فتنام وفي ألمانيا وكمبوديا والنيبال والإمارات وكندا إصابة واحدة في كل دولة ها هي الصين أمام اختبار صعب لكن الأمم المتحدة والعالم أجمع يثق ثقة كاملة بقدرة الصين في السيطرة على تفشي المرض وستكسب المعركة ضد هذا الوباء القاتل